نحن فشلنا أو أفشلنا لإيجاد إعلام حكومي يكون إعلام وطني عندما نقول إعلام حكومي أقصد إعلام وطني يكون منصة للجميع يتكلم من خلاله الجميع الجميع يعطى فيه مساحة لأنه يمول بمال الدولة هذه يجب وإذا أردت أن أذكر لك بعض الأسباب بعضهم يعني داخلية لهو داخل قطاع الإعلام إعلاميين يعني نحن نتخيل أن قطاع الإعلام يوجد به أكثر من 6000 موظف تخيل إذا على تحتاج الآن قناة التناصح التي نتكلم من خلالها الآن لا يوجد فيها أكثر من 50-60 موظف إذا يجي لأكبر القنوات لا توجد فيها أكثر من 200-300 موظف نجد في قطاع الإعلام الراديو والتلفزيون والسنتيمترية المحطات السنتيمترية وغيرها يوجد فيها 6000 موظف يعني كارثة تمشي على أقدامها وبالتالي كل ما جاء إنسان ليصلح يصطدم بعقبات كبيرة جدا جدا وهنا أقولها يجب ونحن في المؤتمر الوطني رسلنا الحكومة في العديد من المرات ووضعنا تصور واضح ولكن للأسف الحكومة لم تتخذ الخطوات الجريئة التي أوصينا بها وهذا كل موجود لدينا مراسلات وإذا أردتم أن تنشروها ونخصص حلقة خاصة لهذا الموضوع نحن على استعداد هذا الجانب الأول إذن فشلنا في إيجاد إعلام وطني أقصد بوطني ممول من خزينة المجتمع يعبر عن رأي الجميع عندما أقول الجميع الطيف الليبي من أقصى شماله إلى أقصى يمينه مرورا بالوسط لديه الكلمة ويستطيع أن يتكلم ويتاح فيه الفرصة للجميع طبعا للأسف أننا ندفع في مرتبات 31 مليون سنويا ولكن للأسف بدون أي فائدة المواطن ليس لديه قناة يستطيع أن يقول هذه قناتي